السيد الرئيس من منطلق الموضوعية لربما يكون من الأفضل أن يتم تغيير اسم البند من الممارسات الإسرائيلية إلى الانتهاكات الإسرائيلية حيث أن كلمة ممارسات تقبل ما هو إيجابي وما هو سلبي ولكن هذا الكيان المحتل لا يأتي من ورائه إلا كل ما هو سلبي ودني ولن أسترسل بحديثي إلا بعدما أصدق نفسي وضميري ومن يسمعني في هذه القاعة اليوم وأن أسمي الأمور بمسمياتها فما بتنا نشهده اليوم ما هو إلا إبادة جماعية حية يقف أمامها العالم كحال المتفرج ففرقة متعاطفة وفرقة محتفلة أما وأن وصفنا الأمور بصدق أود أن أستذكر معكم أول درس جامعي أخذته في مادة العلاقات الدولية ففي أول حصة درسنا ما كانت هي عصبة الأمم The League of Nations وكيف فشلت في صون الأمن والسلم الدوليين وكيف أنجب هذا الفشل منظمة الأمم المتحدة التي ندعمها جميعا ولنرى بديلا لها بل نطمح إلى تطويرها وإصلاحها ولكن بات ملحا أن نقف وقف التأمل فيما يحدث وقفة استغراب في ظل تكب الأياد المجتمع الدولي عن فعل ما هو صحيح ما هو إنساني ما هو فطري إلى أين نحن ذاهبون؟ سؤال حقيقي أوجهه لكل من هم في القاعة اليوم لا يهمني انتماءاتكم السياسية أوليس لكم مبادئ وقيم تطقى على الانتماءات السياسية؟ أولسنا بشر في نهاية المطاف؟ لنفترض جدلا ولتدعيم النقاش وخروجه عن الشق العاطفي ودخوله للشق الموضوعي لكي لا نتهم بأننا منحازون طيب فلو كان ما يحدث مع مدنيين غير فلسطينيين هل كان هذا هو رد المجتمع الدولي؟ لا داعي لجوابكم فأسأجاوب عنكم حتما لا فالتاريخ القريب كان خير دليل على ذلك أيها الأصدقاء السيد الرئيس إن الآراء تختلف والأهواء تتباين والانتماءات تتفاوت ولكن الحقيقة واحدة لا تختلف ولا تتباين ولا تتفاوت والحقيقة هي أن هذا الكيان الجبان يتعمد انتهاج منهج العقاب الجماعي فهو لا يفرق بين رضيع وطفل وامرأة ولا شيخ كبير لقد رأيتم كلكم المشاهد التي تبكي الحجر فوالله لو نطقت هذه الطاولة لكان لسان حالها يقول أوقف المجازر وأوقف القصف البربري وأوقف الحرب الهوجاء وأوقف الإبادة الجماعية دعوني أحدثكم بلغة الأرقام فهي لغة لا يمكن طمسها من قبل المحتى وأعلامها المضلل والمخزي والكاذب فمنذ العام الفين وخمسة عشر وحتى عام الفين واثنينة وعشرين تبنت الجمعية العامة مئة وأربعين قرار يدين إسرائيل مئة وأربعين قرار يا سيدات ويا سادة وفي الوقت ذاته لم يكن هناك قرار وحيد يدين دولة فلسطين الشقيقة هذه معادلة أخرى لابد أن نقف ونتأمل عندها فلقد قلت لكم مسبقاً الحق والصدق ليس له إلا شكل واحد وهذا ما يؤلم الكيان المحتل فمهما فعل ومهما دلس ومهما قصف ومهما قتل لن يستطيع لا من قريب ولا من بعيد أن يغير الواقع والواقع هو أنه يتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وهو في انتهاك مستمر ومتعمد لميثاق الأمم المتحدة وللقانون الدولي وللقانون الدولي الإنساني السيد الرئيس أي الأصدقاء في القاعة دائماً ما نسمع بمصطلح التعايش السلمي وأن حل الدولتين هو السبيل الوحيد والأوحد ولم يعترض الأشقاء في فلسطين على ذلك ولا حتى العرب يوم قط بل ذهبوا إلى ما هو أبعد من ذلك وسعوا كل السعي في الوصول إلى السلام ولكن تعنت وتكبر وقدر الجانب الآخر حال دون ذلك ولكن ليس هذا بيت القصيد أبعقلكم تؤمنون بأن الكيان المحتل يريد التعايش السلمي وهناك وزير في حكومتهم يقترح إسقاط قنبلة نووية على قطاع غزة القطاع المكتظ بالمدنيين والأطفال وما هو أبشع من ذلك هو أن تم تعليقه عن تأدية مهام عمله لم يتم إعفاءه بشكل نهائي سيدي الرئيس سوف أختم برسالتين الأولى هي دعوة لأن نعود ونستحضر ما قاله كوامي توري فنحن بحاجة ملحة له في هذه الأيام حينما شرح أن هناك فرقاً بين الحرية والسلام فيمكن أن تعيش الظلم ويكون هناك سلام ويمكن أن تعيش بسلام وأنت مستعبد وبالتالي فإن الحل ليس السلام وإنما التحرير فلا يمكن أن يتحقق السلام إلا إذا كان الجميع سواسية أما الرسالة الثانية والختامية وهي رغبتي بأن أقتنم هذه الفرصة ومن هذا المنبر لأوجه كلمات لأشقائي في فلسطين وفي غزة تحديداً والله إنني أقل من إن أقول لكم هذا الكلام ولكن اسمعوا ولو من هو أدنى منكم بيض الله وجهكم ورفع الله قدركم والله إنكم طليعة الأمة فوالله إن الأموات هم من يشاهدون من العالم ولا يحركون ساكناً وإن أمواتكم أحياء عند ربهم يرزقون وأن المرابطين منكم من رجال ونساء وأطفال أنهم خير مننا جميعاً فأنتم النبراس الذي نستنير به نحو العزة والكرامة والشرف رحم الله شؤدان الأبرار من تعطرت الأرض بدمائهم النقية وحفظ الله فلسطين وشعبها الصنديد من كل مكروه وشكراً سيد الرئيس حسب مقولة الفيلسوف الدنماركي سورين كيركيغارد يموت الطاغية وينتهي حكمه بينما يموت الشهيد فيبدأ عهده سيد الرئيس لم نرى أناساً أقوياء ومقاومين أكثر من الفلسطينيين هناك من يقول نعم ولكن بوجهة نظري لا يوجد أقوى منهم يرون أطفالهم يستشهدون ويتحولون إلى أشلاء أمام أعينهم خسروا كل ما يملكون أمام أعينهم وهذا العالم المادي يقف كالمتفرج أمام ما يحدث وفي المقابل لم نر أي من هؤلاء المقاومين ولو للحظة بسيطة يشعرون بالشك أو إظهار الخوف على محياهم لأنهم مستمرون بالمقاومة وهذا ما يجعل المحتلة يشعر بخيبة الأمل لأنهم لم ولن يتفوقوا عليهم أبداً اشتركوا في القناة